اليوم ايضا بيراميز خسر قدام سرامية كلباترة هدف لمحمد ابراهيم في ديئة 28 وبراميز ايضا في اول مباراة لتكيس جونياس في ولايته الثانية خلفا لكابتن اياب جلال يخسر وبراميز يعني النتائجه السلبية في الفترة الاخيرة سلبية جدا سواء في البطول الافريقية او في الدوري والامور تتعصر بعد بداية رائعة جدا للموسم انا شخصيا كنت متفائل جدا لبراميز هذا الموسم ويبدو ان النتائج بدأت تتراجع مرة اخرى المهم جدا ان تكيس يقدر يلم الفرقة مرة اخرى الامور تفضل جيدة هو شايف ان المنافسة هتفضل قيمة الاهل بيفقد نقاط والزمالك بيفقد نقاط وبالتالي ببراميز كمان بيفقد نقاط فالمنافسة متاحة المهم انهم ما يقاسوش احنا يهمنا منافسة كبيرة على الدوري الممتاز اكتر من فريق مش بس الاهل والزمالك زي كل موسم نهاردة اداء سيراميكا كمان كان مميز وسيراميكا لباترة كانت نتائجه في الفترة الاخيرة برضو كانت سلبية فوزي النهاردة كان مهم جدا ليه فريق سيميكا لباترة عشان النتائج ما تبضلش تهتز بشكل كبير جدا